السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم يا أحلى متابعين يا رب تكونوا بخير معكم مصراد وحسن من قناتكم تأسيس وحضانة في البيت النهاردة إن شاء الله الشرح هيكون موجه لأفطال الحلوين أفطال الصف الأول الابتدائي وهناخد مع بعض القصة الموجهة بعنوان المغامر سالم المغامر سالم مين هو المغامر سالم؟ وإيه يا حكيته؟ وهو بيحب إيه؟ هل بيحب السفر؟ ولا مش بيحبه؟ هل بيحب الأكلات المختلفة؟ ولا مش بيحبها؟ هنشوف مع بعض بعد شوية ولكن في البداية اللي ما اشتركش في القناة يشترك واضغط لايك للفيديو ده واضغط كمان على علامة الجرس علشان باقي الحلقات توصل لك بالترتيب وكمان في الأجازة إن شاء الله هنعمل مع بعض كورسات للأطفال ضعاف الكراءة والكتابة والإملاء وهنتملة مع بعض يعني قطع إملاء مختلفة وهندرب الأولاد بطريقة أحلوة جدا ولكن اشتركوا في القناة وكمان لو حابين تحصلوا على مذكرات وشتات تعليمية هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو هسيب لكم لينكات بتاع الجروبات الفيسبوك بينزل عليها كل الشتات والمراجع طميم يلا بينا يا ولاد عشان نحكي الحدوتة يعني إيه قصة موجهة؟ احنا أخذنا قبل كده القصة المشتركة ويعرفنا إنه هي تبقى قصة استماع فقط بنستمع إليها من المعلم ونسمعها كويس جدا ونفهمها وبعدين نحل الأسئلة ولكن الكصة الموجهة بتبقى إيه؟ موجهة إلى الطفل يعني المفروض الطفل يقرأها بنفسه ويكتبها ويتملاها ويفهم كل حاجة فيها كويس جدا علشان هي بتكون سهلة وبسيطة قوي وبالطبع لنا كمان القواعد اللي احنا أخذناها احنا أخذنا المادة بالألف هنشوف مع بعض المادة بالألف هيقابلناها كتير جدا المغامر سالم هنا طبعا المغامر فيها مادة بالألف وهو الحرف الممدود الغين وأيضا سالم فيها مادة بالألف وهو الحرف الممدود هو السين طب من هو المغامر سالم؟ هو الولد الجميل ده ولي قلنا عليه مغامر علشان هو دايما بيحب الاكتشاف وبيحب السفر وبيحب يتعرف على حاجات كتيرة جدا وكمان بيحب الأكل وبيحب كل ما يسافر بلد يتعرف على الأكلات الموجودة فيها ويعرف الفرق بحر الطعام في كل بلد يلا بنا نقرأ القصة مع بعض يسافر المغامر سالم يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع إلى بلاد العالم الواسع قلوا الورا يا حلوين يسافر المغامر سالم الى بلاد العالم الواسع يبقى صديقنا الجميل سالم ده هو طبعا بيحب الاكتشاف علشان كده قلنا عليه مغامر وبيحب المغامرات بيحب ايه طيب يا ولاد؟ بيسافر الى بلاد العالم الواسع بلاد كتيرة او بلاد كلمة جمع مفردها هيبقى ايه؟ بلد واحدة يبقى مفرد بلاد هنكتب بلد طيب العالم الواسع واسع يعني ايه؟ يعني متسع وفسيح طيب مضادها يعني عكسها لو حاجة واسعة قوي هنجيب عكسها يعني الضيق برافو عليكم طيب احنا طبعا لازم نكون عارفين الفرق بين الاسم والفعل والحرف كل الكلام اللي موجود يا ولاد في اللغة العربية بيمقسم الى ياسم يفعل يحرف طيب اول حاجة معنا هنا يسافر يعني بيتحرك وبيعمل فعل بيقوم بفعل معين يبقى كده يسافر فعل طيب المغامر فيها الف ولام اهي؟ تبقى على طول اسم لان فيه علامات بتميز لي الاسم اول ما شوفي العلامة دي في الكلمة اقول اسمه على طول وانا مغمض ازاي هنا ال الالف واللام لو جات في الكلمة زي المغامر وانا سمعتها كده المغامر اقول لا تبقى اسمه على طول فيها الالف ولام طبعا دي لام كمرية اهيه لابسة طائية فقرصها السكون ايه كمان لو شفت التاق المربوطة سواء المتصلة المرأبة دي او المدورة على طول اقول دي اسم وكمان لو شفت التنوين تنوين بالفتح تنوين بالكسر تنوين بالضم زي هنا سالمون ضمتين اهو يبقى سالم اسم وكمان علشان هو اسم ولد اله ده حرف حرف بقى من حروف الجر احنا اخذنا حروف الجر وعرفنا في الكثة المشتركة اله وفي بلاد بلاد برضو هتبقى اسم طيب لاسم علشان قبلها حرف جر لو حروف الجر جد اي كلمة تيجي بعدها تبقى اسم على طول العالم فيها الف ولام تبقى اسم طيب بلاد قلنا مفردها بلد الواسع ايضا هتبقى اسم علشان قولها الف ولام اهي كمارية يبقى المغامر سالم اين يسافر لما جا سألكو بقى سؤال اين يسافر المغامر سالم ما بيسافر فين برافو الى بلاد العالم الواسع شفتوا بقى سهلة ازاي طيب يلا بينا ندخل على الجزء اللي بعده شايفين هنا انا شايفة هنا طعام وسالم بقى ايه واقف كده وعايز اكل كل الطعام الموجود ده يلا بينا نقرأ يقابل سالم الناس بوجه باسم يقابل سالم الناس بوجه باسم ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد يبقى لما اجا تهجى يا ولادي علشان اقرأ اقول كلمة كلمة وبعد كده اجمع كلمتين مع بعض وبعد كده اقول باقي الجملة كلها عايز اتهجى اتهجى في سري ما خليش حد يسمع صوتي وانا بتهجى عشان ابقى شاطر تمام يقابلوا مد بالالف طيب يقابل هو بيقابل الناس يعني بيواجه الناس وبيشوفهم طيب لما بيشوفهم بيعمل ايه بوجه باسم بوجه ضاحك بيضحك في وشهم كده وبيبتسم طيب يقابل بقى هو هنا قام بفعل عمل حاجة يبقى يبقى ايه ولاد برافو فعل يبقى نوعه ايه فعل يقابل فعل سالم قلنا ده فعل ولا اسم برافو اسم ده اسم انسان الناس فيها الفلام اقول ايه على طول برافو هقول اسم بوجه هن تنوين بالكسر اهو هن بوجه هن يبقى برضو اسم باسم برضو تنوين بالكسر هقول اسم طيب يعني ايه باسم معنى باسم اروه عامل ميم كده يعني معنى او مرادف ضاحك او مبتسم يبقى باسم يعني ضاحك طيب مددها ايه عكسها ايه مددها مكشر بقى كده ومتداي يعني ايه باللغة العربية يعني عابس يبقى لما لاقي واحد مكشر كده يبقى ايه اقول له ايه انت ليه عابس يبقى عابس ده يعني مكشر يبقى ضاحك مددها عابس تمام يا حلوين طيب ويأكله يأكل برضو فعل بيأكل بيقوم بفعل معين وبيقوم ضغ الأكل وبيبداع ويبقى ايه يأكل فعل طعاما تنوين بالفتح اول ملاء التنوين والتنوين سطرنين يعني ايه رنين بيرن كده طعاما مختلفا تمام اول ملاء التنوين اقول على طول اس فيه حرف جر احنا اخدنا فيه واخدنا الى يبقى حروف الجر فيه وإلى كل بلد تنوين اهو بالكسر يبقى واقول برضو اسم طب جمع بلد ايه قلنا بلاد احسنتم يبقى جمع بلد بلاد يبقى كيف يقابل سالم الناس سالم بقى بيقابل الناس ازاي هل بيعبس في وشهم ويقشر في وشهم لا هقول يقابل سالم الناس بوجهم باسم يبقى بيبتسم في وشهم طيب ماذا يأكل سالم في كل بلد هنقول يأكل طعاما مختلفا يبقى اكل مختلف مش متشابه مش نفس الاكل في كل بلد كل بلد لها اكل معين وليها طريقة في الاكل هنشوف هنا هو جايب لنا امثلة لبلاد مختلفة يعني مثلا في الهند اكل سالم الطعام الطعام الحارة يبقى في الهند اكل سالم الطعام الحارة شايفين هنا ده كده علم ايه الهند طبعا كل بلد يا أولاد بيكون ليها علم علشان يكون رمز ليها يبقى العلم بيكون رمز لكل بلد كل بلد ليها رمز وليها علم هنا ده علم الهند اهو وشايفين صادقنا سالم المغامر الجميل لابس اهو اللبس الهندي الجميل ده وعمال وشه بقى احمر ونازل منه عرق وشكله كده بيكل اكل حار جدا يبقى في الهند اكل سالم الطعام ايه الحار يبقى لما يسألك ماذا اكل سالم في الهند هقوله اكل ايه اكل سالم الطعام الحار طب في ايه قلنا يعتبر اسم ولا فعل ولا حرف برافو حرف جر الهند فيها الف و لام تبقى اس برافو كمان هي اسم بلد ما ننساش اي اسم بلد او انسان او حيوان او نبات هيبقى اسم طبعا اكله اكله خلاص يعني هو بيعمل عمل فعل معين او قام بحد اسمه عن يبقى اكله فعل سالمون سالمون فيها تنويم بالضم وهتبقى اسم مشان هو اسم ولد الطعامة الطعامة فيها اول حاجة الف و لام شمسية ما بتتنتقش وكمان الحرف اللي بعدها اهو عليه شدة وهتبقى اسم عشان فيها الف و لام الحار لم كمورية لبسة طائية على رأسها سكون هتبقى برضو ايه اسم طيب الحار يعني ايه يعني حراء ومش قادر بصه شطة شطة طبعا مددها البارد تمام يا حلوين يلا ندخل على البلد اللي بعدها هنشوف يا طرى المغامر سالم الجميل ده اللي بيحب المغامرات والاكتشاف وبيحب يسفر لبلاد مختلفة راح فين بعد كده ها شايفين العلم ده عالم ايه عالم فرنسا وده برج ايفل اهو تمام طيب احنا شايفينه بياكل ايه انا شايفة كده خبز اهو قدامه هنقرأ ونشوف مع بعض اما في فرنسا شايفين السكون لما نلاقي السكون نقف عليه فرنسا فأكل خبزا وذب دن اما في فرنسا فأكل خبزا وذب دن تمام يا حلوين هنا اهو تنوين بالفتح خبزا وذب دن فيها تنوين بالفتح اللي اتنين يبقوا اسم على طول خبز طبعا يعني ايه يعني عيش اللي عيش اللي احنا بنكله يبقى ماذا اكل سالم في فرنسا هنقول ايه اكل خبزا وذب دن بس كده بمنتهى السهولة طب فرنسا هتبقى ايه هتبقى اسم علشان هي اسم بلد وفي قلنا حرف جر طيب ايه حروف الجر ممكن نحفظها مع بعض احنا اخدنا طبعا في وإلى بس في القصة المشترك انما احنا هنقول ايه من إلى عن على في والبق والكاف واللام حروف الجر تمانية بتجر الاسم في ثانية من إلى عن على في والبق والكاف واللام بعد كده صادقنا المغامر سالم سافر إلى لبنان العلم ده اسمه ايه علم ايه لبنان طبعا لبنان دي بلد وبلد عربية يبقى هتبقى طبعا اسم هنشوف هو اكل ايه في لبنان وكمان لابس اللبس اللبناني الجميل ده في لبنان اكل حمصا وزيتا محدش يقول حمص هي حي حي الحق تحتيها كسر تبقى حمصا وزيتا يبقى ماذا اكل سالم المغامر سالم في لبنان هنقول اكل حمصا وزيتا اكل حمصا وزيتا في طبعا حرف الجر ولبنان اس واكل فعل عشان بيعمل حاجة بيقوم بفعل معين حمصا تنوين بالفتح هتبقى اس زيتا تنوين بالفتح برضو تبقى اس ونلاحظ هنا طبعا حمصا في شدة على الميم الحرف المشدد بيتنطق مرتين حم ماء الاول ساكن والتاني بيبقى متحرك وزيتا شايفين الياء عليها سكون محدش يقول ان دي حرف مد حروف المد ما بيبقاش عليها اي تشكيل انما دياء ساكنة وزيتا ونهاية القصة معنا يحب سالم ان يسافر ويتعرف اكلات البلاد يحب سالم ان يسافر ويتعرف اكلات البلاد يحب هو بيحب حاجة يبقى دا كده فعل طب مضاد او عكس يحب وحد بيحب عكسه ايه يقرح انا بحب الحاجة او بكره الحاجة دي يعني مش بحبه سالم هتبقى اسم ان يسافر فعل يسافر فعل ويتعرف بيعرف كل شيء مضدها يجهل مضدها ايه اولاد يقولوا معايا يجهل طبعا العلم لما نبقى عارفين كل حاجة دا كده اسمه علم طب انا مش عارف يبقى اسمه الجهل يبقى مضاد يتعرف او عكس يتعرف يجهل اكلاتي البلادي يبقى بيتعرف ايه بيتعرف على اكلات البلاد اكلات مفردها اكلة والبلاد كلمة جمع وطبعا اسم البلاد وهي لمكامورية هيبقى مفردها البلد بلد واحدة بس يبقى ماذا يحب المغامر سالم بيحب ايه هنقول يحب ان يسافر او يحب سالم ان يسافر ويتعرف اكلات البلاد ايه رأيكم بقى يا حلون في الشرح الشطور بقى اللي فهم الدرس وفهم القصة يبدأ يكتب لي السؤال الاجابة بتاعت السؤال اللي هقوله دلوقتي ما هي البلاد التي سافر اليها سالم ها كم بلد انا هقول لكم تلات بلاد ايه هم بقى اكتبوهم ليالله الاجابة بتاعتهم في التعليقات واكتبو لي اسمكم علشان يعرف من الحلوين اللي بيتابعوا معايا ودلوقتي يلا بينا علشان نحل بعض التدريبات على القصة يلا بينا انشطة وتدريبات نشاط واحد اقرأ ثم اجب يسافر المغامر سالم الى بلادي العالم الواسع يقابل سالم الناس بوجه باسم ويأكل طعاما مختلفا في كل بلد طبعا كلنا سمعنا صوت المادة بالالف كتير جدا جدا علشان طبعا القصة دي بتطبق على المادة بالالف احنا اخدنا مع بعض المادة بالالف بشكل مختلف واللي ما شافهوش يرجع هيلاقيه في قوائم التشغيل في قائمة الصف الاول اتداء الترمي التاني طيب طالب من هنا يستخرج جدا المادة بالالف بيبقى قرع وطويل ممنوع ممنوع يكون عليه همزة او يكون على فتحة او ضمة او تحتي كسر تمام يبقى هو عندنا يسافر يسافر الحرف الممدود ايه السين ويتاني وسالم والمغامر اكتب بقى التلات كلمات اللي انت تحبه سالم ويتاني انا سمعاكم يلا جاوبوا معايا براف بلادي اهي اللام بتنام على السطر كده وتفرد دراعها والالف المادي بتقف عليه اللام بيبقى عليها فتح عشان هي الحرف الممدود بلادي ويتاني برافو العالمي ويتاني انا سمعاكم الواسع ويقابل وسالم كتير جدا طيب هات معنى باسم يعني ايه باسم ها قلنا معنى باسم ضاحق مبتسم او ضاحق بيضحق طبعا بس بيضحق من غير صوت اللي ابتسم يعني بيضحق من غير صوت مفرد بلاد بلاك كتيرة او مفردها بلد بلد واحد واحدة فقط مضاد مضاد دي يعني عكس قولوا بعيدة مضاد يعني عكس مضاد يعني عكس برافو يبقى ما اقول مضاد كلمة انا عايز عكسها تماما الواسع حاجة واسعة اوي اوي عكسها ايه برافو اضايق جمع المغامر هه المغامرون فكرين المغامرون الخمسة كرتون جميل يبقى جمع المغامر المغامرون رقم ثلاثة حلل الى مقاطع صوتية ده طبعا اهم تدريب تأسيس ومنهج مع بعض ان احنا نبدأ ندى طفل الدرس ونحلله الى مقاطع صوتية نحلل طبعا كلمات كتيرة اوي من الدرس اي كلمة تقف قدام الطفل ومش عارف يقرأها او مش عارف يتملاها نبدأ نقول له حللها لمقاطع صوتية ناخد بدنا في فرق بين التحليل لمقاطع صوتية والتحليل لحروف حروف يعني كل حرف لوحد وانما مقاطع كل مقطع صوتي لوحده اول مقف كده ده كده مقطع يو ها كا وبقف شوية ده مد وممدود وقفل عليهم الباب ب وقفل لو وقفل يعتبر كل مقطع بيقعد في بيت لوحده الحرف المتحرك في بيت لوحده وحط حرف المد مع الممدود قبله وكمان الحرف الساكن برافو معا لقبله إلى أين يسافر المغامر سالم ها إلى أين هنقول يسافر المغامر سالم إلى بلاد العالم الواسع يبقى دي الإجابة ماذا أكل المغامر سالم في الهند ها من الشطور اللي فاكر برافو أنا سمع الشطور اللي بيقول الطعام الحار يبقى أكل سالم في الهند الطعام الحار اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يسافر المغامر نقط إلى بلاد العالم الواسع المغامر إيه؟ حسن ولا سامح ولا سالم براو سالم يقابل سالم الناس بوجه إيه؟ غاضب ولا قوي ولا باسم حسنتم باسم في الهند أكل سالم أكل إيه؟ حمصا وزيتا ولا الطعام الحار ولا خبزا وزبدا الهند قلنا الهند الطعام الحار نشاط اتنين في الهند أكل سالم الطعام الحار أما في فرنسا فأكل خبزا وزبدا في لبنان أكل حمصا وزيتا استخرج من الفكرة كلمات بها إيه؟ مد بالألف في الهند أكل سالم الطعام الحار فرنسا كل ده إيه؟ مد بالألف طب إيه هو حرف المد؟ طبعا هيبقى الألف الحرف الممدود إيه؟ مثلا في كلمة سالم هيبقى السين وعليه أهو فتحة بكده نكون خلصنا يا حلوين النهاردة مع بعض علشان الدرس ما يبقاش طويل أو يتزهقه أو تتعبه وده إختبار كياس المستوى قصة المغامر وسالم نبدأ ناخدها دلوقتي سكرينشوت أو لقطة شاشة ونبدأ نخلي التفليح لها لوحده ونشوف هو استوعب إيه من الدرس وفهم إيه من الشرح وما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة أستودعكم الرحمة الذي لا تضيع لديه الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده باقي التدريب باقي الاختبار يلا باي باي